يقول الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله رحمة واسعة يقول الله تعالى في هذه الآية لينكر على من تعنت وحرم ما أحل الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق من أنواع اللباس ومن أنواع الطيبات من الطعام والشراب والسكن وغير ذلك فقال إن الله ينكر على أمثال هؤلاء ومن ذا الذي يضيق على الناس ما وسعه الله عليه كذلك الله تعالى امتن على بني آدم جميعا بلبس الزينة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير هنا خص الريشة بالذكر لأنه ليس في أجناس الحيواني كالطير في كثرة أنواع ريشها وبهجة مناظرها وتعدد ألوانها فهي جامعة لجميع أنوان الأنواع المنافع والزينة يعني كلمة ريش حتى إذا قبلت إنسانا مرتدي بدلة جميلة أو ثيابا طيبة فنقول له بلغة العوام أنت ريشت يعني ريشت هنا يعني أكرمك الله بهذه الزينة الطيبة وريشة وزيادة في التجمل والتزين اعترافا بفضل الله عز وجل يقول العلامة بن كثير رحمه الله رحمة واسعة في تفسير هذه الآية يقول كلاما رائعا واستدل في تفسيره ولسيما وأن تفسيره يعد من التفسير بالمأثور أي يستدل على بيان الآيات بالروايات رضي الله عنه وأرضاه يقول يمتن الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش فاللباس سطر للعورات وهي السوآت والرياش أو الريش ما يتجمل به ظاهرة فاللباس من الضروريات التي تسطر العورات والرياش من التكميلات والزيادات من باب التكميل والتحسين ثم ذكر الإمام رحمه الله بعض الآثار التي نأخذ منها على سبيل المثال للحصر ذكر بعض الآثار فقال هناك آثار تدل على حب التجمل فقد لبس أبو أمامة رضي الله عنه ثوبا جديدا فلما بلغت القوته قال الحمد لله لذلك من السنة عندما يرتدي الإنسان الثياب يحمد الله ويدعو بهذا الدعاء هناك عدة أدعية إذا ارتد الإنسان الثياب تعلمنا السنة هذا الأمر فقال أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه عندما لبس ثيابا جديدا بلغ ترقوته قال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي يعني أسطر به عورتي وأتجمل به في حياتي هذا دعاء الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي وهناك دعاء آخر الحمد لله الذي ألبسنيه من غير حول لي ولا قوة فالعبد هنا ينسب الفضل لله ينسب الفضل والنعمة لصاحب النعمة جل وعلا فلا يشغل بالنعمة عن المنعم وإنما شغله الشاغل بالمنعم جل وعلا في كل شأن من شؤون حياتي الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجد ثوبا أي أكرمه الله بثوب جديد أو طلب ثوبا جديد أو اشترى فالألف والسين تعني الطلب استجد أو أتى بثوب جديد من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي هناك زيادة في الرواية إذن أنا أشكر المنعم جل وعلا ثم أراعي حال الفقراء والمساكين ثم عمد إلى الثوب الخلق أي القديم فتصدق به ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به كان في ذمة الله الله أكبر وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا الله ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به كان في ذمة الله اللهم اجعلنا يا ربنا محل نظرك وأدخلنا في ذمتك كان في ذمة الله وفي جوار الله وكان في كنف الله حيا وميتا لأن هذا العبد جمع بين التجمل بالثياب وشكر المنعم ثم راع حال الفقراء وهذه دعوة مباشرة بأن الإنسان يتصدق بما لديه من ثوب خلق ويتخير الأفضل منه ويعطيه المساكين والفقراء والمحتاجين وندعو الله أن يرزقنا وإياكم نعمة القبول ترجمة نانسي قنقر